يسأل عن علامات الساعة يقول ما هي أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للساعة المقصود بها يوم القيامة يسألونك عن الساعة يعني عن يوم القيامة ولذلك أمر الساعة إلى الله عز وجل لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل الذي جاءه في صورة أعرابي قال له متى الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة ولذلك أمر الساعة إلى الله عز وجل أمر الساعة إلى الله لا يجوز لأحد أن يقول بأن الساعة ستحصل في السنة الفلانية أو في الوقت الفلاني لأن الله تعالى نفى علمها عن كل أحد إلا هو سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشها وجاءت نصوص كثيرة فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة والله تعالى يبين له بأن الساعة مردها إليه سبحانه وتعالى لكن الله تعالى جعل للساعة أمارات يعني علامات علامات ولذلك في حديث جبريل الذي عنده مسلم هذا يسمى بأم السنة مثل الفاتح وأم القرآن هذا أطلق عليه العلماء أم السنة لأنه اجتمل على الدين كله قال قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ قال فأخبرني عن أماراتها يعني عن علامات الساعة علامات الساعة فالساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى من العلامات الصغرى بعثت النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعدت أنا والساعة كهاتين و قرن بين السباب والوسط من علامات الساعة موت النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة كثيرة قال أن تليد الأمة ربتها و أن ترى الحفاة العرات العالة يتطاولون في البنيان و يعني أشياء كثيرة جاءت في السنة ما يمكن أني أحصرها في هذه الدقائق بالنسبة للعلامات الكبرى هي التي تأتي عند قرب الساعة و هي عشر و هذه العلامات العشر مثل ما جاء في بعض الأحاديث أنها كعقد انفرط نظامه يعني تأتي سريعا و هي علامات بعضها سماوي على قسمين بعضها سماوي و بعضها أرضي بعضها أرضي و لذلك أخي الفاضل تحتاج أنك ترجع إلى دواوين السنة أو إلى ما صنف في علامات الساعة هناك و لله الحمد جهود طيبة في القديم و في الحديث أيضا جهود أكاديمية في مسائل علامات الساعة و ستقف على نصوص كثيرة في هذا الأمر لأن المقام ليس مقام سرد وتفصيل نحن في هذا البرنامج برنامج فتوه و لذلك أنا أعطيتك الخلاصة بالك الله فيك